موسيقى أسعد الله مساكم مشاهدين حوصلة لأهم أخبار سبعينية اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية بداية نشر فرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني سيد عبد المجيد تابون يوم الجمعة على فعاليات الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة أحياء الذكر السبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة حسب ما أفد به بيان لوزارة الدفاع الوطني حيث نظم الجيش الوطني الشعبي على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المحاضي لجامع الجزائر استعراضا عسكريا حضره رؤساء دول كولمنتونس موريطانيا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي كضيوف شرف فضلا عن ممثلي بعض الدول الشقيقة والصديقة الاستعراض العسكري عرف حضور السيد الفريق والسعيد شانغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ورئيسي كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني رئيس المحكمة الدستورية الوزير الأول وأعضاء الحكومة قائد الحرس الجمهوري وقادة القوات والدرك الوطني وقادة النواحي العسكرية عمداء في الجيش الوطني الشعبي ومسؤولين سامينا في الدولة بالإضافة إلى ممثلي عن الأسرة الثورية ومسؤولي وسائل الإعلام والأسرة الجامعية وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي وملحقي الدفاع المعتبدين في الجزائر قبل بداية الاستعراض قام السيد رئيس الجمهوري القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني مرفوقا بالسيد الفريق أول سعيد شانغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتفتيش التشكيلات المشاركة في الاستعراض على أنغام الموسيقى العسكرية مع إطلاق سبعين طلقة مدفعية كما أشهد بمجهودات أفراد الجيش الوطني الشعبي المبدولة من أجل الحفاظ على سلامة وأمن واستقرار الوطن واتبع رئيس الجمهورية قائلا إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ازداخرة بكل آلية المجد والعز والفخر تبقى نفحتها الطيبة تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة تربى انتصاراتها بفضل أبنائها وبنتها الأوفياء لعهد الشهداء الأبرار وأضاف رئيس الجمهورية في هذه الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة أتوجه بالتحية إلى الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية المرابطين على الحدود دفاعا عن أرضنا الطاهرة والساهرين على حماية أجوائنا ومشارفنا البحرية والمستعدين لبذل النفس والنفيس والتضحية من أجل الحفاظ على وديعة الشهداء الأمجاد والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها وبعد كلمة رئيس الجمهورية تم الإعلان عن الانطلاق الرسمي لاستعرض التشكيلات العسكرية التي استهلت بمربعي الفرق الموسيقية والخيال للحرص الجمهوري والتي تلتها مربعات المجهدين وأشبال الأمة وقيادات القوات العسكرية والمدارس العسكرية إضافة إلى مربعات المديري العام للأمن الوطني المديري العام للحماية المدنية والمديري العمال الجمالك ليفسح المجال بعدها لتشكيلات العربات القتالية التي تقدمتها الدبابات بمختلف أنواعها عربات المشات الميكانيكية والآلية والمدفعية والمدفعية الصاروخية بمختلف أنواعها منظومة متنوعة للمدفعية المضادة للطائرات ومنظومة صواريخ الدفاع الجو المتطورة منظومات رادار متنوعة عربات خفيفة تدريع وعربات الاستطلاع والتدخل ثم تشكيلات لمختلف آليات هندسة القتال المخصصة لفتح الطرقات ونصب الجثور وعربات الإسناد المتعدد الأشكال بما فيها التقني والطبي ليليه تشكيل الدرجة النارية التابعة لقيادة الدرك الوطني من جهة أخرى زينت التشكيلات الجوية سماء خليج العاصمة من خلال عروض جوية أدتها طائرات تابعة للقوات الجوية مختصة في النقل التفتيكي المقاتلات الاستطلاع والقاذفات بالإضافة إلى تشكيلات لمروحيات هجوبية وأخرى مختصة في الاستطلاع النقل والبحث والإنقاذ وبمشاركة مروحيات قيادة الدرك الوطني المديري العام للأمن الوطني وكذا الحماية المدنية على إثر ذلك فتح المجال للإنزال المظلي لتشكيل من الفريق الوطني العسكري للقفص المظل لذكور وإنث تله استعراض تشكيلات القوة البحرية متمثلة في سفن حربية متنوعة ومتعددة المهام على غرار الغواصات سفينتي القيادة ونشر الكوات وكذا الإسناد والدعم الفرقاطات الغرابات كاسحة الألغام وسفن تدريبية وسفن مخصصة للبحث والإنقاذ واختتم الاستعراض العسكري بعروض فنية شيقة لفرقة المزاود للحرس الجمهوري بحسب بيان وزارة الدفاع الوطني رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني سيد عبد المجيد تبون ترأس أيضا متأ الجمعة حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة نظم على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العامين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة حسب بيان وزارة الدفاع الوطني وجاء في البيان بمناسبة حياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة ترأس السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني مساء يوم الجمعة الفتح نوفمبر 2024 بالنادي الوطني للجيش بابن مسوس حفلا على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة حيث كان في استقبال رئيس الجمهورية بمدخل النادي الوطني للجيش السيد الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حيث حضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار كل من السادة رئيس مجلس الأمة رئيس المحكمة الدستورية الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا قائد الحرس الجمهوري الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني قادة القوات والدرك الوطني قادة النواحي العسكرية رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المراكز أو المصالح المركزية في وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي فضلا عن إطارة سامية في الدولة وشخصية وطنية ومجهدين رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من قبل رؤساء دول وحكومات بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة حيث تلقى الرئيس رسائل التهاني من قبل كل من رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ وخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية وأيضا من ملك بلجيكا مملكة بلجيكا أقول السيد لويس فليب ومن رئيس جمهورية أندونيسيا السيد فارابو سوبيانتو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة الأبين العام لجبهة الفوليزاريو السيد إبراهيم غالي ورئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس وأيضا رسائل تهنئة من رئيس جمهورية البرتغال سيد مارسيلو ديبيلو ديسوزا وسيد رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سيد كيم جون وون وسيد مايك هيغينز رئيس إيرلندا وسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وملك مملكة السويد كارل غوستاف حيث هنأ الرئيس بالمناسبة مؤكدين حرصهم على أهمية تطوير علاقات الصداقة مع الجزائر متمنين في الأخير بموفور الصحة للسيد الرئيس ومزيدا من الازدهار والرخاء للجزائر ختام للحوصلة أقول لكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله